مما لا يخفى على الجميع درجات الحرارة في العالم كله الأيام اللي فاتت شهدت دول كتير جدا منها مصر ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة ده طبعا بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري اللي بيعاني منه الكوكب كله واللي فترة من الفترات كنا نعتبر ان المصطلح ده يعني مصطلح مش هنختبره ومش هنعرفه موجود على الهامش كده في الأجندات الدولية وفي المحافل الدولية ما كانش أصلا بيتم مناقشته وما كانش موجود ما كناش عارفين امتى هنختبر أو هنتعامل مع هذا المصطلح مع هذه الظاهرة أصلا لغاية ما فجأة كرة الأرضية قررت انها تورينا حاجات بسيطة كده من اللي ممكن يحصل بسبب جلوبل وارمينج اللي احنا بنسمع عنه أو الاحتباس الحراري أو بأكل المصطلحات دي احنا نهار ده معنا دكتور هشام العسكري نائم المدير التنفيذي لواكلات الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعض عشان نعرف منه أسباب الارتفاع في درجات الحرارة امتى هتنتهي وامتى هينتهي تأثرها تأثرها ايه على الكرة الأرضية وكل الأسئلة اللي ممكن تدور فيه أذهاننا جميعا دكتور سبعة الخير عليك سبعة خير جمالة سيدنا ممود معك أنا أسعد طبعا ايه اللي بيحصل درجات حرارة غير مسبوقة مش هنتكلم في مصر بس احنا بنتكلم في العالم كله أوروبا جفاف ودرجات حرارة غير مسبوقة فيديوهات موجودة كتير جدا الناس بتحط البان أو التاسع على الأرض نلاقي بيتستوي البيضة وعربيات بتسيح ايه اللي بيحصل خليني أخو من كلامك أنت قلت إحنا ابتدينا نشوف رد فعل كوكب الأرض أو الكرة الأرضية على بعض الموضوعات اللي إحنا كنا حطناها على الهامش إحنا ما كناش بنبص على الموضوع دي بالأهمية اللي هي تستحقها لأنه ما كانتش حد متوقع أو ما كانتش حد متخيل ما هي حدود أو ما هي أبعاد موضوع التغيرات المناخية مش هنخوض في أسباب التغيرات المناخية لأنها قتلت بحسن وتكلمنا فيها كتير على موضوع الوقود الأحفوري والإنبعاثات والغازات الدفئة أو ما شبه وقت الأشجر والغابات وكلها وكل الحاجات دي تتكلمنا فيها قبل كده وهي دي تنقدت إلى الخلل الإيكولوجي اللي هو موجود على كوكب الأرض دلوقتي إحنا دخلنا في مرحلة الريسبونس حتى جوتيرش كان بتكلم من كم يوم اللي هو في الأمم المتحدة كان بتكلم أن إحنا عدينا مرحلة The Era of Global Warming عدينا مرحلة الاحترار العالمي ودخلين في The Era of Global Boiling الغليان العالمي فإحنا ما تشهده الكرة الأرضية الآن هو أحد أو هو بداية فصول درجات الحرارة اللي هي خارجة عن نطاق احتمال البشر أو اللي هي محدش كان متوقحة التغييرات المناخية برضو البعض قد يظن أنه لما متكلم على احترار عالمي أن درجة الحرارة هتكون على طول دائمة الإزديات في جميع الأماكن على كرة الأرضية وده مش حقيقي زي ما أنت قلت دلوقتي أن احنا بنشهد في أوروبا حراية غبات ممكن فيه طبعا قطع أشجار دابهيفير ولكن ممكن الحرارة تؤدي إلى اختفاء الغبات بنشهد ذوبان جليد في أماكن بنشهد بعض المواسم الشتاء القارصة على كرة الأرضية في أماكن مختلفة بنشهد مواسم صيف حرة جدا بنشهد حركات مختلفة في مواسم الخريف والربيع يعني ممكن مثلا فصل الربيع يبقى أقصر من المتوقع فصل الخريف يمتد فترة أطول كان متعرفة عليهم كل فصل ثلاث شهور تقريبا ده بقى مش هيبقى موجود بعد كده ده مش موجود ده مش موجود حاليا بس هتبقى نأثاره بشكل أكبر وهيكون تأثيره على سلسلة الغذاء على المحاصيل على الزراعات كل ده هيختلف علشان كده العالم كله بيتجد دلوقتي ناحية موضوع الادابتيشن ازاي اننا اكوب ازاي نتعايش ازاي نتعايش مع الوضع الحالي او الوضع القادم على الكرة الأرضية طبعا الزيادة اللي حصلت في الشهرين اللي هو شهر ستة وشهر سبعة كانت زيادة كبيرة جدا وبرضو للمعلومة ان شهر سبعة يعتبر هو أعلى شهر في الكلامت ريكون في آخر مية وعشرين ألف سنة آخر مية وعشرين ألف سنة شهر جولاي أشد حرارة أشد حرارة على كوكب الأرض وشهر سبعة عشرين تلاتة وعشرين عمل خرق في بعض البيانات اللي هي زي يعني على جانز راكل يعني هو كسر بعض المقاييس كانت ايه أعلى ده أعلى درجة حرارة كانت فيه داكتور كانت أعلى درجة اللي كانت موجودة كانت أقل من الوضع اللي احنا فيه ده بأو بوينتو باثنين من عشرة درجة مقوية وكان فيه أحد الأيام في شهر جولاي أعتقد كان جولاي 16 أو يعني في الفترة ديت كان سجل أعلى يوم حرارة على برضو على مر العصور فشهر جولاي هو عشرين تلاتة وعشرين احنا شهدنا فيه قياسين تم اخترقهم يعني قريدي احنا عدناهم أصبح هذا الشهر هو أعلى شهر على كوكب الأرض وبرضو فيه أحد الأيام خلال شهر جولاي كانت كان أعلى يوم في درجة الحرارة أعتقد فيه درجة حرارة سجلت 65 فيه بعض الأماكن على الكرة الأرضية ده بتعدي السبعين أحيانا في بعض الأماكن في الصحراء درجة الحرارة في ازدياد مضطرد والمشكلة إن احنا يعني كوكب الأرض بيتعامل فيه حاجة اسمها أو فيه بعض الخصائص أو بعض العلاقات الفيزيئية اللي تحدث في الكوكب بيحصل فيها فيد باك يعني ممكن أنا أبدأ شيء ويبتدي يمشي بمراحل محددة بعد كده هذا الشيء يبتدي يمشي بمراحل مختلفة يحدث تصارع الأكسلاريشن كونتسة هاز أرحل ريك على السؤال ده يعني هفضلنا سنين كتير قوي نسمع عن مصطلح جلوبي بورمينج أو الاحتباس الحرارة سنين كتير جدا ويمكن كانت الحاجات الملموسة أو محسوسة بالنسبة لك كانت ضئيلة جدا وبسيطة جدا فجأة بقى فيه تصارع في الظواهر بقى رأيها طول الوقت فيه حاجات غريبة بتحصل من أعصير حرائق لدرجات حرارة عالية جدا للظاهرة ظاهرة تنين وبما أنا حضر لك ذكرت حديث أنتوني جوتارش فإيه اللي بيحصل ليه التصارع ده فجأة دي من ضمن خصائص أو من ضمن صفات الجلوبي بورمينج إن احنا مش بنمشي في العلاقات الفيزيئية ديت بشكل لينيار نفس الواتيرة مش بشكل خطي العلاقات بتوقع بينية ولكن حضرتك زي فاكرة مثلا تتذكر فترة الكورونا الكورونا كان ممكن مثلا يكون عندي عشر إصابات النهاردة تاني يوم تلاقيهم خمسمية صحيح تالت يوم تلاقيهم مثلا عشر تلاف فهميني على مستوى العالم فمعنى القفزات ديت ما هياش قفزات لينيار العلاقات الفيزيئية اللي بتجمع جميع الأغلفة المكونة للكورو الأرضية هي علاقات ليست علاقات خطية يعني مش واحد قدام واحد مش بزيد النهاردة واحد من عشرة بكر هزيد واحد من عشرة بعد هزيد واحد من عشرة لا أنا ممكن أزيد النهاردة واحد من عشرة بعدها أزيد درجة وهكذا فالعلاقات بيبقى فيها نوع من أنواع الأكسلاريشة حتى المنحنة بتاعها لما بنيجدر سموه مش بمنحنة خطية ولكن بيقوم بحانا حاجة بتصميها تصعدي بشكل معين. فيه ليه علاقات معينة. المشكلة اللي احنا نشهدها الآن إنه هو موضوع التصارع ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى إن الفترات الزبنية بيكون متقربة للأحداث العالمية على فترات زبنية متقربة. مش كده وبس. ولكن الماجنة القصوة أو الشدة للظواهر الطبيعية اللي احنا بنشوفها هتكون أعلى بشكل مضطرد. الفيضانات عندما يحدث موسم الشتاء في أمطار. هتزيد كميات الأمطار تؤدي إلى فيضانات. عندما يحدث فصل الصيف يكون درجات الحرارة عالية. هتزيد ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى موجات حر أو هيت ويفز وما شابه. المشكلة إن هذا الإطار بيبقاله تأثير على حياة البشر في مناحة مختلفة. أنا بتكلم على سلسلة غزاء. أنا بتكلم على مواصلات. بتكلم على أنظمة كهربائية. بتكلم على درجات الحرارة اللي بتؤدي إلى موضوع انقطاع الكهرباء اللي هو خارج عن نطاق أو خارج عن إطار تحكم أي حد. لأن أنت بتتعاملي مع سيستم هو اللي بيعملك عملية هو اللي بيفرض عليك اتخاذ القرارات. كل اللي أنا بعمله دلوقتي مجرد عمليات رد فعل رسبونس عشان أدعب أو أكو. النزل علوم الأرض أو الاستشعار عن موضع أو الأخمار الصناعية بالإضافة إلى علوم البيانات اللي أنا بقدر أحصل على بيانات من النماذج الرياضية. بتساعدني أنا كإنسان أو بتساعدني كمتخص قرار أن أنا أبقى على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. علشان يكون عندي نوع من أنواع الأفرتس أو الجهود اللي أنا ببذلها. علشان أتعابل. جهود الوقاية بقى مش التعايش. بالضبط كده. يعني أن أنا أقي نفسي شرح هذه الأمور. وفي نفس الوقت أكون عارف كيفية التصرف أو كيفية التعامل معها. وده شيء مهم جدا في الفترة القادمة وهو ده اللي احنا بنكلم على الجيو سبيشل انتليجنس أو الزكاء الجيو مكاني. أنا بستخدم نظم معلومات جغرافية. بستخدم صور من الأخمار الصناعية. بستخدم بيانات. بعمل عمليات ميرجنج. يعني بيدخل كل المعلومات مع بعضها البعض. دمجي يعني. دمجيها بتديني خريطة مستقبلية لكيفية التعامل. دكتور بما أن حضرتك تحدثت بقى الخريطة المستقبلية. طبعا. حسب كل هذه البيانات. وهرجع مرة تانية لحديث أنتوني جوتارش. خليل نقول أنه هو تسرب واحدة من التوقات فكرة أنه عام عشرين وعشرين وعشرين هيكون أكثر سخونة حتى أكثر من عشرين وعشرين بسبب حتى ظهور أو اكتشافهم لظاهرة النينو في المحيط الهدى. إيه هذه الظاهرة؟ والإيه عشرين وعشرين هيكون الأكثر سخونة. وفي نفس الوقت حديث تقول فيه مستقبل قريب ومستقبل متوسط وطويل المدى. حسب هذه البيانات إيه اللي هيحصل إن كان على المدى القريب أو المتوسط أو الأبعد؟ طيب أنا سعيد جداً لحاجة ذكرتي موضوع ظاهرة النينو. ظاهرة النينو هي ظاهرة عالمية بتحدث نتيجة خلل في العلاقات البينية بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الأرضي. لاند أوشين أتموسفير. إحنا بقولوها على هذه الدسروبشن والغلاف المائي والغلاف المائي. لما ده بيحدث إيه اللي بيحصل؟ فيه كتلة مائية ساخنة جداً بتبقى موجودة في المحيط الهادي على الساحل الغربي الأمريكي. الكتلة المائية ديه بيحصلها حركة بتبتدي تتحرك من الساحل الغربي الأمريكي ناحية إيشيا ناحية اليابان وناحية الصين. لما بيحصل الكلام ده المية اللي هي بتسيم مكانها بتبتدي يحصلها عمليات برودة. فيحصل علاقات في المية حاجز أب ويلنج وداون ويلنج بتؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة في المكان ده وتخلي الكتلة المائية ديه لما بتبتدي تتحرك تبتدي تبرد. فترجع مرة أخرى. فيبتدي تتجد أن هذه الكتلة المائية بتتحرك يمينا ويسارا فيما يعرف باسم النينيو اللي هي Southern Oscillation هي عبارة عن حركة بندولية بالكتلة المائية على المحيط الهادي. لما بتتحرك يمينا ويسارا ده بيصحبها تغيرات في الفيزيس أو في المناخ. إن احنا بنجد عندنا حاجة بتبقى حارة جدا جدا جدا. فترة اللي هي بنسميها النينيو. وفترة أخرى بتقباردة جدا جدا جدا. بنسميها لانينيا. فأنا عندي الظاهرة ديت هي عبارة عن two phases. ده بيحصل فقد دي بقى. ده بيحدث كويس جدا. ده بيحدث بقى الدراسات. قالت لنا إيه؟ إن النينيو ديت لها frequency. يعني لها فترات حدوث. لها معدل يعني. لها معدل. بتحدث خلال فترة زمنية تتراوح من 2 ل 10 سنوات. من 2 ل 10 سنوات. الفكرة بقى إيه؟ إن أنا ممكن يتصادف يكون عندي موسم أمطار شديد. يتصادف أو يتزامن مع حدوث النينيو. فحضرتك يهيألك إن الشتة ده كان شتة قارس. أو يهيألك إن الصيف ده كان صيف مختلف عن الصيف اللي فات. فتقولي إن الموسم اختلف. لا هو الموسم مختلفش. هو حصل تطابق أو حصل تزامن مع ظاهرة التغيرات الموسمية. مع ظاهرة أخرى اللي هي النينيو. لما حصل لهم من الريجنينز ده أو اللي اتنين حصل لهم أوفرلاب أو التزامن مع بعض. فالإمباكت على حضرتك بان أكبر. هل تقصد إنه هذه الكتلة لما تتحرك وهي بسخونتها. تجي أحد يقول تتحرك تحييط أسيا. مضبوط. لما تتحرك وهي في سخونتها. بيحصل. وحاد طبعا ما واسم بينهم نتكلم من سنتين إلى عشر سنين. شكل الموسم نفسه بيتغير حسب درجة حرارت هذه الكتلة. على مستوى الكوكب. طبعا أكيد. ظهرة النينيو هي عبارة عن ظهرة جلوبال. بس بصي حضرتك بنقول عليها بيقاليها لوكال إمباكت. عشان كنا نحن بيقول على الظهرة ديت جلوكال فنومناء. شفتي الكلمة جلوكال. هي جلوكال إمباكت عن اللوكال سكيل. أنا مبنزل على ظهرة عالمية أو ظهرة جلوكال. ولكن ببص على الإمباكت بتاحها على نطاقي على مكان محدد جلوكال إمباكت. فبيطلق عليها كلمة حتى الكلمة ديت لو بصير عليها في الدكشنر الإنجليش تلاقيها كلمة جديدة مستحدثة. كلمة جلوكال. يعني جلوكال إمباكت. بين جلوكال و لوكال. بالضبط كده. هي بتبصها على الجلوكال إمباكت لهذه الظواهر. الظواهر ديت هي بقى اللي بتؤدي إليه. خليني قرب الموضوع لحضرتك. هي ديت اللي بتؤدي إليه حدوث جفاف في أجزاء في أفريقيا. هي اللي بتؤدي إليه حدوث فيضانات في منجلة داشة. هي اللي بتؤدي إليه حدوث حرائق غابات في اليونان وفي تركيا. طبعا من كلمة. يعني يعني ممكن عارف يا دكتور إحنا عندنا مشكلة في الأويرنس أو في الوعي. بالضبط. إنه لما نتكلم على الجفاف في أفريقيا والحرائق في غابات الأمازن. والناس ما بتستوعبش قوي المشاهد دي. بس لما نقول حدثة مثلا زهور قروش في مش عارفة فين. في مكان مش متوقعينه أو مش معتاد مش معتادين إنه موجود فيه. بالضبط. ده بقى لي علاقة. طبعا. نتكلم مثلا البحر المتوسط زادت درجة حرارته درقتين. بالضبط. تمام. ده معناه إحنا نقول درقتين إي يعني درقتين اللي هيحصل. هقول لحضرتك كوكب الأرض ربنا لما خلق كوكب الأرض خلقه نحن نقول عليه متعدد الأنظمة يعني الأرض ده عبارة عن سيستم نظام. بنقول عليه هو عبارة عن نظام متعدد الأنظمة. إيه الأنظمة ده إحنا دائما بنقول في الكلمات بنقول كلمة أتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. سفير كلمة سفير. هايدرو سفير. الغلاف المائي. بايوسفير الغلاف الحيوي. كلمة سفير ده هي الأغلفة المختلفة الأتموسفير والبايوسفير والكرايوسفير والهايدرو. كل الأغلفة ده عبارة عن أنظمة ستاندالون. يعني أنظمة قائمة بذاتها. بذاتها صحيح. كوكب الأرض هو عبارة عن نظام متعدد وضعناها ووضعنا الميزان لازم كل حاجة بحساب كل الأمور ديت أو كل هذه الأنظمة بتتعامل مع بعضها البعض عندما يحدث خلل في العلاقات البينية بين هذه الأنظمة هو ده اللي بيؤدي إلى كوارث طبيعية اللي حضرت بتشهديها كل الظواهر اللي حالك تفضلت بيها ديت متصلة بعضها البعض يعني محدش يتخيل أبداً إن ما يحدث في الأمازون نحن بمعزل عنه في البحر المتوسط كل الظواهر ديت هي مرجعيتها وحدة كل الظواهر ديت الأساس وراها واحد هو اختلافات إيكولوجية موجودة على كوكب الأرض الفكرة بقى كلها إيه إن إحنا كعلماء متخصصين في الأرض ساينز أو في علوم الأرض إحنا بنحاول ندرس إيه أنا مش بدرس ظاهرة يعني أنا غير معني بالفيضان أنا معني بالبروزيس التي تؤدي إلى فيضان العملية أو أسباب البروزيس العملية هي ديت اللي أنا ببص عليه هي ديت اللي أنا أقدر أتنبأ بيها أنا أتنبأ بالبروزيس ما تنبأش بالحبس يعني أنا أتنبأ بإيه هو اللي ممكن يؤدي إلى دراغات الحرارة لكن حاجة بتقولي ليش هو بكرة يكون أكتر يوم حر على الكوكب ولا أمعرفش ولا ده الأرصاد الجوية ولا الأرصاد يعني الأرصاد شغلهم محترم لا طبعا أنا بكلم إن ده قطاع وده قطاع ده هنا لي دور أو لي مهام معينة وهنا فيه مهام معينة بلوش أي علاقة طبعا بس عشان بس النسبة عندها خلط في المهام أحيانا لا طيب دكتور إيه اللي ممكن فيه حاجة تتعامل لو هنتكلم جلوبل وايز أو العالم كله لازم فيه خطوات أو إجراءات لازم تتخذ ولو هنتكلم حتى محليا الإجراءات هتختلف من قطاع إلى قطاع من مكان إلى مكان من متسبب إلى متضرر يعني العالم كله يعني أنا لو جيت اتكلمت على قارة أفريقيا مش هتكلم عن مصر هتكلم على قارة أفريقيا قارة أفريقيا تأثرها أو مشاركتها في عمليات الاحترار العالمي أو الإمبعاثات الحرارية غير موجودة على الخريطة العالم معنى إيه؟ لو أنا قررت في يوم الأيام أن قارة أفريقيا أفلت أبوبها معملتش أي إمبعاثات على الإطلاق هذا لن يؤدي إلى تغيير شيء طبعاً في الاحترار العالمي أو كماتيجيش جربناها في كورونا أصلاً حتى مش محتاجين نتخيل الموقف ولكن ده هيفرق مع الدول العظمي هيفرق مع الصين هيفرق مع أمريكا هيفرق مع أوروبا هيفرق مع الهند هم عليهم دور معين وأنا علي دور آخر أنا علي أن أنا أبص كويس جداً 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 على الادابتيشن استراتيجيز إزاي أن أنا أتأقلم إزاي أن أكون على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل أنظمة الإنظار المبكر شيء أنا فوقت نظري على من أهم ما يمكن الاهتمام به الآن في الدولة المصرية أو في فقارة أفريقيا أو في الميدين إيست بشكل نطاقي ولكن أنظمة الإنظار المبكر ديت مهمة جداً 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 حيث تفضلت وذكرت البحر المتوسط أن درجة حرارة وزادت درجتين في آخر ثلاث عقود ودي حقيقة ده يمكن تكون زادت اثنين وشوية كمان ومن المتوقع أن درجة حرارة المبكر متوسطة تزداد حوالي خمس درجات مئوية بنهاية القرن يعني عند عام 2100 هتزداد خمس درجات البعض يتصور إحنا لما بنقول حاجة زي كده أيها المشكلة يعني لأ لما تظهر قروش أو تظهر حاجات البيئات اختلفت البيئات البحرية أنا لازم أكون أفهم إيه هي خصائص البيئة البحرية اللي أصبحت الآن اللي هي ممكن تكون جازبة لكائنات أو لأشياء إحنا لم نتوقعها محتاج أكون عارف الحاجات دي محتاج أفهم أن المحر المتوسط لما درجة حرارة تزداد بهذا الشكل ابتدخ خصائصه تختلف الخصائص المحر المتوسط أصبحت شبيهة بخصائص المحيط الأطلنطي درجة الحرارة زادت في منطقة إحنا بنقول عليها منطقة المحر المتوسط دي منطقة غير استوائية تقع خارج التقع الاستوائي هو المنطقة القريبة من خط الاستواء والمدارات مدار الجدي ومدار السرطان هذه ما نطلق عليها التروبيكل أو الاستوائية البحر المتوسط خارج هذه الحدود تماما فأنا برى الاستوائية فإزاي أنا أصبحت الكاركتوريستيكس بتاعتي بقت مشبيهة بالاستوائية معني كده الظواهر اللي أنا بشوفها في المناطق الاستوائية زي الأعاصير وما شابه ممكن أن تحدث في البحر المتوسط وعش كده بنقول عليها إيه؟ أو أشباه الاستوائية والكائنات اللي في المحيطات الاستوائية هتنتقل للبحر المتوسط وزي ما هدفت تكلم هي ظروف هو ميزان ميزان وسيستم حاصل في خلال صحيح؟ وسيستم ربنا سبحانه وتعالى خلقه أي خلال هنشوف فعلا نتائجه علينا وهنشوف أثاره على الكوكب وأعتقد إحنا بجد بنشوف فعلا أثار ملموسة وكلنا حسنها أنا بشكر حضرتك جزيل شكر دكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعض لحي يمكن فيه نقاط كتير جدا دكتور كنت حابة أتكلم مع حضرتك فيها ولكن هيا لي محتاجين نفرد لها أكتر من حالة إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني بكل تأكيد شكرا لحضرتك مشاهدينا